أبدأ مع دكتور محمود زكريا دكتور محمود ما الذي يمكن أن تخلقه هذه الآلية من التعاون في الكوميسا قياسا بما هو عليه الحال في واقع الاقتصادات الافريقية تحيات لحضرتك لي السادة المشاهدين الكرام في البداية تجمع كوميسا بيعتبر أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية تابع للاتحاد الافريقي نحن نعلم أن الاتحاد الافريقي لديه ثمانية تجمعات اقتصادية إقليمية يعتمد عليها في تحقيق الخطة القرية لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي المنشود وفقا لمعاهدة أبوجة الصادرة في يونيو من العام 1991 هذه المعاهدة تحدثت عن إنشاء ما يعرف بالجماعة الاقتصادية الافريقية يعني على مدار 34 عاما تنتهي بحلول العام 2028 وتعتبر كوميسا أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق أو إنشاء الجماعة الاقتصادية الافريقية الأمر الذي أيضا نريد أن نشير إليه في هذا الإطار أن كوميسا تعتبر ثاني أكبر تجمع من حيث عدد الدول الأعضاء في القرى الافريقية يعني التجمع الأول هو تجمع الساحل والصحراء والذي يشمل في إطاره على نحو 28 دولة لكن تجمع كوميسا بيأتي في الترتيب الثاني من حيث عدد الدول الأعضاء لأن به 21 دولة إفريقية طبعا يعني هذا التجمع يعني إجمال تعداد سكان الدول الأعضاء في هذا التجمع يتجاوز يعني الخمسمية وتمانين مليون نسمة طبعا هذا الرقم رقم يعني ربما يقترب من نصف سكان القرى الافريقية لأن القرى الافريقية لديها حاليا يعني نحو مليار ويعني 300 مليون نسمة وبالتالي في هذا العدد من سكان دول كوميسا يمثل تقريبا يمكن أقل من الخمسين بالمائة من إجمال تعداد سكان القرى الافريقية الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في كوميسا مؤثر يعني مؤثر الغاية يعني تجاوز 800 مليون عفوا 800 مليار مليار دولار وهو ما يجعل تجمع كوميسا هو التجمع الاقتصادي الأقوى بين التجمعات الأخرى في القرى الافريقية الأمر الثالث وأعتقد أنه مؤثر للغاية بالنسبة لكوميسا أن كوميسا هي من التجمعات الأسرع في تحقيق التقدم والنمو الاقتصادي وفقا لمعاهدة أبوجة التي أشارنا إليها منذ قليل لأنها أطلقت بالفعل ما يعرف بمنطقة التجارة الحرة في إطار الكوميسا في العام 2000 هذه المنطقة في البداية وقع على الاتفاقية المنشئة لها تسع دول ثم انضمت لاحقا كل من رواندا وبروندي في العام 2004 وبالتالي نحن أمام تجمع به منطقة التجارة الحرة تشمل على 11 دولة من إجمال 21 دولة منطقة التجارة الحرة الموجودة في إطار كوميسا تتيح إعفاءات جمركية تامة على المنتجات التي بها شهادة منشأ للكوميسا إعفاءات جمركية تامة وإعفاءات تدريجية على الحواجز غير الجمركية طبعا هذا الأمر يؤدي إلى أريحية في تبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء في كوميسا يعني حركة الصادرات وحركة الواردات مؤكد أنها تتزايد في ضوء تفعيل منطقة التجارة الحرة التي أشرنا إليها منذ قليل من المتوقع في الفترة المقبلة أن الكوميسا ستنتقل إلى ما يعرف بالاتحاد الجمركي طبعا الاتحاد الجمركي مرحلة أعلى من منطقة التجارة الحرة لأنه سيتم إقرار تعريفة جمركية خارجية مشتركة بالنسبة للأطراف التي هي من غير الدول الأعضاء في التجمع يعني إذا كان هناك تجارة مثلا بين دولة عضو ودولة غير عضو سيتم إقرار تعريفة جمركية في مواجهة الدول غير الأعضاء في التجمع من خلال إطلاق يعني الاتحاد الجمركي لكن لو انتقلنا لعلاقة مصر بكوميسا فيها علاقة تاريخية لأن مصر في العام 28 لكن دكتور محمود هل هناك ضمانة مختلفة أو آلية مبتكرة داخل هذا التجمع وتجعل من طريقة التعاون بين الدول التي تشكل هذا التجمع مصارا أكثر إيجابية من تجمعات أخرى أخدا في الاعتبار أن هناك فجوات حتى في الناتج الإجمالي وحضرتك تشير إلى دول التجمع الواحدة والعشرين هناك فجوات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة من دول التجمع هناك فجوات كبيرة في معدلات النمو المسجلة في هذه الدول قياسا حتى بواقع الحال في اقتصادات إفريقيا بأكمالها يعني صحيح يعني من المؤكد أن هناك يعني العديد من التحديات والصعوبات التي تعترض يعني مسألة تحقيق التكامل الاقتصادي ليس فقط في إطار كوميسا ولكن أيضا في إطار تجمعات اقتصادية إقليمية أخرى يعني مسألة التفاوت في حجم الدول التفاوت في معدل النمو السكاني التفاوت حتى في يعني المزايا التنافسية بالنسبة للسلع والبضائع والمنتجات التي تقدمها كل دولة أيضا هناك إشكالية تتعلق بتداخل العضوية يعني هناك أكثر من دولة في كوميسا هم أعضاء في نفس التوقيت في تجمعات أخرى والتجمعات الأخرى لم تصل لنفس مرحلة النمو الاقتصادي أو التقدم الاقتصادي الموجود في كوميسا لأنه الآن في القرى الإفريقية يعني أكثر ثلاثة تجمعات أو ثلاثة يعني تجمعات تحقيقا للتكامل الاقتصادي تجمع كوميسا ولدينا أيضا جماعة شرق إفريقيا إياك وهي تضم يعني دول أعضاء أيضا في كوميسا ولدينا تجمع يعني إيكواس وهو الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يعني دعنا نتحدث كما يعني حضرتك أشرت أن هناك يعني تحديات مؤكد بتواجه كوميسا ولكن في السنوات الأخيرة يعني في ظل تحديدا الرئاسة المصرية لكوميسا كان هناك محاولات لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي خاصة في مجال يعني التكامل من خلال البنية التحتية ترجمة نانسي قنقر